اشتركوا في القناة اما في مرض أو في صعوبة معينة فأرجوكم أن نتابع الصلاة من أجلهم وأن نكون على مستوى فعلا عائلة المسيح وكنيسة المسيح أحب رحب بأخونا وجزائف أهلا وسهلا فيه معنا في هذا الصباح وأيضا الأحباء الذين حضروا في هذا الصباح دعونا أن نتأمل مع بعضنا البعض من إنجيل لوقة الأصحاح الخامس إنجيل لوقة الأصحاح الخامس ابتداء من عدد 12 حتى عدد 16 أعداد قليلي من كلمة الله وكان في إحدى المدن فإذا رجل أي كان الرب يسوع في إحدى المدن فإذا رجل مملوء برصا فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يده ولمسه قائلا أريد فاطهر والوقت ذهب عنه البرص فأوساه أن يلا يقول لأحد بل أمضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم فذاع الخبر عنه أكثر فاجتمع جموع كثير لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم وأما هو فكان يعتزل في البرار ويصلي دعونا نصلي إلا القدوس نطلب منك في هذا الصباح أن تنقينا من جديد لكي نقدر أن نراك ولكي نقدر أن نسمع صوتك لأنه من يقف على جبل قدسك سوى نقي القلب وطاهر اليدين نصلي في هذا الصباح أن تنقي كل واحد مننا بما فيهم عبدك وتمسح شفتاه ليكون لك كل المجد لكي نرفعك عاليا أيها الرب فنجذب إليك الكثيرين بإسمك وبسلطانك أيها الرب يسوع نصلي لك كل المجد آمين أيها الحباء مرض البرس مرض خطير جدا ومزال موجود في العالم هناك أكثر من مئة حالة كل سنة في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك أكثر من ربع مليون حالة حول العالم مرض البرس قل عما كان عليه سابقا ولكن هناك أمرات كثيرة تشبه البرس وأنا أعتقد أن في العهد القديم أشياء التي كانت تشبه البرس كانت تصنف في هذه الخانة ولكن البرس البرس الروحي ما زال موجود معنا حتى اليوم في هذه الكلمات وفي هذا المقطع الذي قرأناه من إنجيل الطبيب لوقة وهو من وحي الروح القدس الذي كان يسوق لوقة يصف لنا إنسان أبرس إنسان أبرس يأتي إلى الرب يسوع المسيح إلى السيد له كل المجد ويطلب منه الشفاء أيها الحباء هذا الأبرس في العهد القديم كان إنسانا يعتبر نجسا وكان البرس صورة للنجاسة وكان إنسان معزول حين تقرأ عنه في مثلا لويين 13.45 إلى 46 يقول أن هذا الإنسان الأبرس الذي فيه ضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفا يعني بيعملونه عميل أعليمي فارقة يلي فيها نوع من العار والزل ويغطي شاربيه وينادي نجس نجس يعني هذا الشخص يلي معه البرس اتصور لما بده يفوت لي مكان معين في عام في ناس بيصرخ لهم أنا نجس أنا نجس يعني بعودوا من الطريق حتى كانوا يستعملوا بعض الأجراص يدقوا فيها حتى الناس تعرف إنه هذا الشخص معه برس بعود عنه كل الأيام التي تكون الضربة فيها يكون نجسا إنه نجس يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه لاحظ كيف؟ يقيم وحده يعني هذا إذا كان عنده عائلي بيأموه بيبعدوه عن عائلته لا زوجته فيها تلمسه ولا تقرب عليه لأوليده لأقاربه لحدا وكلما بده يروح لمحل بده يدق وبعضين بيرموه للطعام في مكان معين بيروح بيجيبه وبيحاول لمحل شوف الحالي الصعبية التي كان فيها وتشبيه الكتاب في العهد الجديد أننا كبشر مصبون بهذا المرض المرض الخطيئة أو النجاسة الذي هو مثل البرس كلنا الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله في شبه كتير بين البرس كمرض مايكوبكتيريوم لبري والمرض الخطيئة الذي الروحي الذي يتكلم عنه الكتاب سبع أدوات للتشبيه الأشخاص يلي هني بحقل الطب يمكن بيعطيهم عندهم فكرة عن الموضوع أول شيء أن هذا المرض هو معدي ولكنه يأتي على أشخاص يلي عندهم استعداد لهذه العدوى من هيك ما كتير منتشر في العالم اليوم إلا في بعض المناطق يعني فيه جنتيك يعني فيه ميل تكويني عند الإنسان يلي certain HLA يلي بيخليه الشخص يلقط هالميكوبكتيريا لبري ولكنه معدي ينتقل في close contact وبينتقل بالدروبلتس بالتنفس وهكذا الخطيئة أيضا هي معدية هي محيطة بنا بسهولة ولكنها تأتي نتيجة استعداد عند الإنسان بعض السقوط كل واحد مننا عنده استعداد بيولد بميل للخطيئة وبعضين الخطيئة المنتشرح وليه يخطئ لما بيوصل لعمر المحاسبي شيء الثاني أن هذا المرض الذي يبدو كأنه مرض جلدي ليس مجرد جلدي منه درماتولوجيك ديزيز ولكنه يدخل إلى الداخل إلى داخل الخلية حتى بيفوت لداخل الخلية من جو وعلاجها من هيك صعب لأنك بدك تلاقي مضاد حيوي ليدخل أنتباطيك ليدخل لداخل الخلية مش بالدم مثلا أو موجود في مناطق معينية اللي فيها أنتباطيك بيكون موجود بكترة وكذلك أيضا الخطيئة التي تدخل للإنسان تدخل إلى داخل الإنسان وتتعشش في داخل روحه وفي نفسه من هيك يسميها الكتاب الخطيئة الساكنة فيها يعني هي من مجرد صارت مجموعة أعمال من الخطايا نقوم فيها ولكن صارت حالة داخلية في الإنسان وهذا يتكلم عنه الكتاب بهذه الكلمات الواضحة القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلا القلب هو أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه صارت الخطيئة الساكنة فينا كما يقول الكتاب بمرؤس سبعة وحدة وعشرين ثلاثة وعشرين قال الرب له المجد هذه الكلمات الدقيقة جدا أقل من الداخل من قلوب الناس تخرج أفكار الشريرة زنا فص قتل زنا فص قتل سرقة طمع خبص مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس تنجس الإنسان شايف كيف هذا المايكوباكتيريوم لابري أو اللابروسي ما بفيك تحله بالمراهم الخارجية ما بفيك تحطله أوينتمنت وكريمز بيبين على الجلد بس ما أنه مرض جلدي وهيك كتير مرات الخطيئة يلي ساكنة فينا بحاول الإنسان يحل بمراهم خارجية بتدين خارجي بمرسيم معينة بيقال له عمل له مور أديوكيشن بيصير أحسن طب يا خي ما هي الدول يلي عندها أحسن أديوكيشن وأحسن تكنولوجي عم تستعملها للسلاح والتدمير ما هي أسلحة الضمار الشام الموين طلعة طلعة من المجتمعات يلي فيها تفوق تكنولوجي وهديك عم يستعملوها مظبوط ولا لا طب ما هو هذا الواقع الإنسان لأنه منخبط من جوه صار منه مرض خارجي الشيء التشبيه التالت أنه هذا المرض بيفصلك عن الآخرين مظبوط هذا الشخص يقول له إذا كتصرخ نجس نجس بعدوا عني أنا معي هالمرض هذا لابريمتوس لابري مثلا ليه حتى يبعد عن الناس الآخرين وهيك الخطيئة بتبعدك عن الناس الآخرين أول شيء تفصلك عن الله أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم تاني شيء تفصلك عن الإنسان الآخر مظبوط ولا لا ليه في كراهية ليه في حواجز بين الناس لأن الناس بسرعة بيتعصبوا لأما قبلتهم أو لعيلتهم أو لقومياتهم بطريقة عنصرية لأنه صار في فاصل بين الناس صار في فاصل بين الناس رابع شيء ومهم جدا أنه هذا المرض بيبدأ بالجلد ولكنه يدخل إلى الداخل ويدخل إلى الأعصاب يعني إلى النيرفز ولأنه بيدخل للأعصاب بيصير شيء اسمه نيروبيثي بس سيفير نيروبيثي يلي بيأتلوا العصب من هيك لتلاقي الإنسان يلي معه برس ومن هيك خاصة بالمناطق الأخرى يلي مثلا بيمشي وهم يمشون وهم حفات وما بيشعروا لا بالنار ولا بيشعروا بالحرارة ومن هيك بيصير عندهم قرحات في الرجليون ومن هيك بيجي عليهم ماء ساخنة وما بيشعر فيها فبيصير عنده هالتشويه لأنه فقد الحس بدي أقول لك الحس شيء مهم جدا the sensory the sensation يلي عندك شيء مهم جدا لأنه هدا بيخليك لما بتحط إيدك على شيء ساخن وبتيجي نار عليك أو بتجي مي ساخني بترفع إيدك وتصرخ أوتش بس يديك الشخص ما بيصرخ فقد الحس وكذلك أيضا الخطيئ أن تفقدك الحس يقول عنها الكتاب في أفسوس أربعة تسطعش أنهم إذ قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للضعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع ضحي زي هذه الكلمات فقدوا الحس بدك تقول لك شيء أنحن بحسنا بحاجة على هذا المنبر لكي نتكلم عن فقدان الإنسان الحس الروحي بطل في شيء اللي اسمه عيب مظبوط أو لا أنت عايش بالبلاد شو عايش بالمريخ نحن عايشين بقى البلاد في شيء اسمه عيب بقى بأمريكا أو في الغرب في شيء اسمه عم زوق شوي مش بس على شاشات التلفزيون على المحلات يلي محل ما بدك تكون بطل في شيء اسمه عيب فقدوا الحس والإنسان فقد الإحساس مع أخوه الإنسان شوف العنف يلي بتصير ببلادنا يخي بشريعة الغاب الحيوان ما بيعمل هيك والعنف الموجود حول العالم حتى في البلاد وفي كل مكان مثل الوحوش والكاسرة بطل في إحساس حلو حلو الإنسان ينادي بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان بس يطبقها ويعيشها مش تكون شعار على فكرة أنا لسبوع من أسبوعين أو ينك من حدات أسابيع تكلمت على الرفق بالحيوان وأنا أشدد أن هذا شيء نبيل جدا رفق بالحيوان بس الكنسان بدي يكون عنده رفق بالحيوان بدي يكون عنده رفق بالإنسان صحيح ولا لا أنا ما عندي شيء ضد الكلاب إطلاقا وأنا أحترم حقيقة الرفق والاهتمام في الحيوان بكل معنى الكلمة وبقول لك شيء يمكن نحنا لازم يكون حساسين أكتر لأنه كيف لأنه بيقول الكتاب أن الصديق يراعي نفسه بهيمته بس مثل ما إذا عندك رفق على الحيوان بدي يكون عندك رفق على الإنسان مش يكون عندك العكس فيه أخ جد الله ما حب أذكر أزمه الأخير أخونا الحبيب وبيتلفني مرة وبيقلي دخيلك صلوله للأخ الفلان عنا حطوه في السجن بقول لك عمي عندك بأشخاص بيحطوهم في السجن شو عامي لذا الشخص قال لي إجي كلب ما معرف ستري دوغ حد البيت تبعه ومسك الحجر وضربوا فيه هذا الأخ من هنا من البلان بقول ليا أخي ده جي موين جي من القمشلي موين جي أخي ما عمي فهم أنا بلد مثل هذا متحضر بيجي بيحمل الحجر بيرمي الكلب قال لي خاف منه قلت له حطوه في السجن بس بعدين قلت يا أخي طب ما كويس يعني هذا الزلم يطل شو فيني أعمل لك قال لي ما بديك تساعدنا بطريقة تعملنا محامي قلت له يا أخي أنا أنت بعيد عني بستايت تاني بكلورادو أنا قاعد هون بس بشوف شو فيني أعمل بس بعدين فكرت شوي قلت يا عمي مثل ما قال الشاعر عندنا في البلاد أنه قتلوا كلبا أو رميوا كلبا بحجر في غابة جريمة لا تغطفر وقتلوا شعبا آمنا أمر فيه نظر أخي بتلاقي فيه بتلاقي الناس عبتموت بالألاف وما حدا نفرق معه تعودنا يعني ستنسمع هالأرقام هاي الرهيبة حوالينا أنه مات مئة واحد بالمحل الفراني مات مئة مئة بسوريا أخي كويس ما صرت شيء عيادي اعتيادي جدا لأنه العراق عبي موت ثلاثين واحد بالنهار بيطلع انفجار بطت حدا تفرق معه يالك هاي خلاص كله واحد ما شايف كيف الإنسان حولك فقد الحس وهالميكروبي هالجرثومي داخلي للكل بما فيهم نحن المؤمنين مرات رب يعطينا أن نسترجع هذا الحس الروحي خمسي شبه بين مرض البرس وبين مرض برس الخطيئة برس الإنسان الشبه في وضع أنه برس الإنسان أي برس الخطيئة أنه يشوه الإنسان من هيك بتلاقي الإنسان الأبرس بيتشوه بعد فترة بيصير أصابيعه تهر وتنزل بتلاقي منخاره صار معوجه بعدين مبطل فيه منخار صار وجهه قبيح بتشوف صورته قبل كيف كان حلو بعدين بتشوف صورته الثانية بعدين كيف تشوه وكذلك أيضا الرب خلقنا على صورته ومثاله ولكن تشوهت هذه الصورة ما فيني أنسى هذا المظهر وهذا المنظر في أم دي أندرسون وقت مرة كنت عبشوف عبعالي الشخص ويلي يلي كانسر بوجه بتطلع بالوجه الجيحة اليمين يلي فيها الكانسر بتلاقي فيها الكانسر بس بتلاقي الوجه الشمال يلي ما فيه الكانسر وجه جميل جدا وهي صورة الإنسان صار عنده وجهين هو مخلوق على وجه صورة الله ومثاله بتلاقي مرات بيعمل أشياء كتير حلوة الإنسان حتى ما بيعرف الرب بيعمل أعمال خير بس فيه وجه آخر وعادة بيخفي جدا هو الوجه القبيح مظبوط ولا وهو مرات بالزواج أو بالمرات التانية بيتعرف واحد على شخص تاني بيتعرف بيلاقي كل الأشياء الحلوة بأول الطريق بس بعدين بلش يحتاج بالشأن الآخر ومن هيك هذا الشأن الآخر بحاجة إلى علاج صورة عن الكتاب عن هذا الوضع من ناحية البرس هي بالتنين ملوك خمسة واحد عن قائد عظيم اسمه نعمان السرياني كان سرياني ولكن كان ملك جيش كان رئيس جيش ملك أرام بيقلك عنه الكتاب اسمع ما يقوله عنه وكان نعمان لاحظ معي الكلمات وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما هالأول الجملة شوف اسمعت بتلاقي شخص لبس أحلة ياب وقائد عظيم جسم عند سيده مرفوع الوجه يمنخالوا لفوق لأنه لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام شوف كل يدها كلمة قوية وكان الرجل جبار بأس يمتضرب له تحية ولما تشوفه بس في كلمة بعدين تجي بالآخر أبرص كان في داخله ظهر برص وسعب تقرأ المقطع مظبوط الظهر كان برص بجسمه بس كان يغطيه بس كان يعرف أنه عنده مرض مميد وهذا هو وضع الإنسان اليوم حول العالم عنده برص عنده مرض خبيث ولكن يخفيه في داخله هذا هو المرض الروحي الذي يتكلم عنه هذا هو البرص الروحي الذي يتكلم عنه الكتاب ومرات يحاول يخفيه بالتدين بإلك ويل لكم أيها الكتب والفرسيون المرؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكن من داخل مشحونون رياء وإثما شوف التدين ببلادنا ما أكتره في تدين كتير بس معها في كرهية كتير ومعها في خطية كتير تدين ما بيحل المشكلة بدك علاج جزري من الداخل بنعمة المسيح بدك تغيير داخلي بدك حدا يشفي هذا الإنسان من الداخل من هذا البرص المميد شوف مثلا مصر النسبة التدين العالي في مصر عند الجميع ولكن شوف الإحصاءات أبيحكي التدين من ناحية أن نكون محافظين وكيف الناس بتلبس وكيف الناس بتغطي حالة بيروح هذا نسبة التحرش 85% من النساء اللي بيروحوا لمناطق معينة في القاهرة بيصير فيها تحرش خاصة من الجهيم الخارج هذا محل بيقولك لا 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 بيحكي لك عنه كيف الإنسان بده يتعامل وكيف بده يكون يتحشم وكيف بده يكون عنده ولكن شوف الخطيئة كيف منتشر لأن الإنسان هذا البرص بالنهاية سب يفرز حاله ومن هيك عمليات التجميل البشرية ما بتفيد بول براند أحد الأطباء يلي بدأ عمليات التجميل لهؤلاء البرص ليس عدوا يقدر يمشوا يقدر يتحركوا بس ما قدر إطلاقا ما قدر إطلاقا أنه يحول شخص يلي تشوه إلى شخص يعود إلى جماله فيما بعد ولكن الرب يصعى المسيح له كل المجد يلمسني أنا الأبرص روحيا ويلمسك أنت الأبرص روحيا ويعيدنا ويعطينا جمالا عوضا عن الرماد يجمل الودعاء بالخلاص يجمل الودعاء بالخلاص يتغير تلك الصورة عينها كما من مجد إلى مجد كما من الرب الروح صورة من صورة الرب صورة الرب نكون مشابهين صورة ابنه أي ابن محبته أي السيد الحنون الذي أتنا وألاحظ معي هون أن برص الإنسان يريت نبشي على سلايد وأيضا لمسة الحنان قال له ولما رأى يسوع خر على وجهي وطلب إليه قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني تعرف شو عامل تلطعش فمد يده ولمسه أوه بتقلي ليش أنا بيجي للرب وليه بحب الرب وليه بقل له يا رب خليني عيش إليك وموت لأجلك لأنه محبتك العظيمة كيف لمستني وأنا الأبرص قال هذا الشخص كان يقول لا 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 هتلمسه ممنوع الشريعة يلي بيلمسه بيكون نجس مثله هيك كانت الشريعة هلأ طبعا الشريعة متلومة للشريعة حتى توضح لنا أشياء روحية وبنفس الوقت there was good infection control مظبوط ولا كان good infection prevention ما كان بده المرض ينتشر كانت هالوصايا لخير الناس مش قاسية بس بتعرف شو الرب له كل المجد قال لا هذا الإنسان ما حدا لمسه ما حدا من عيل تحط إيده عليه ولا حدا من أهله ولا ولا أولاده ولا حدا يقرب عليه بس يا حبيبي تع لتعرف أدي أنا بحبك قال قبل ما يقله أي كلمة حتى قبل ما يقله أريد فأطهر مد يده ولمسه ما أنت بحاجة إليه في هذا الصباح ولمسة الرب قد تكون لمسة الرب المخلصة قد تكون لمسة الرب المقدسة قد تكون لمسة الرب التي ترفعك في وسط أحزانك أنت بحاجة إلى هذه اليد الحنونة لكي تلمسك لكي تحيي فيك ما قد مات ولكي تلمس الجراح إليه يا رب مد يمينك يا حبيبي والمسني هناك في جرح في داخلي أنت بحاجة لهذه اليد الطاهرة النقية ما أطيب هذه اليد ليك بيقلك بمزمور بمزمور 145 الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة حنون الرب ومن هيك هذا الإله مستحق أن تعطيه كل حياتك مستحق أن تعطيه كل حياتك بدي أشخاص وطلبوا مني أن أحولهم على أم دي أندرسون وحولتهم لطبيب وقلت لهم هذا أشتر طبيب بالاختصاص بالموضوع وبعد فترة هذا الطبيب حقيقة شاطر جدا وعنده معلومات كويسة بس ما عنده حنان بتعرف شو بفيه ذاك الطبيب يلي بيكون كتير شاطر بس ما عنده لمسة الحنان مظبوط ولا الشخص يلي يلي بيجي لعندك وبيحكي لك وبيعطيك نظريات يخي لا بيملمسك ولا بيفحصك ولا بي بيحس معك لما لمسوا الرب هذا الطبيب العظيم لهذا الأبرس كان عم يقول له يا حبيبي أنا أشعر معك طب يا رب منك خايف أيها السيد منك خايف انك طلقت المرض المخيف قال له أنا حبيخذ برسك يوما ما على الصليب أنا الذي لم أعرف خطية سأصير خطية لأجلك لتصير أنت بر الله فيا وهذا ما فعله معنا الرب ما أطيب الرب وما أحن قلبه شو بينفعك الطبيب الشاطر إذا ما كان عنده أحشاء رأفات وكن عنده محبة وما أعظم هذا الطبيب الأعظم هذا الطبيب العظيم الذي هو طبيبك ودواءك وهو حياتك وفداءك أنت بحاجة لهكذا طبيب تعال إليه في هذا الصباح لا تؤجل أنت بحاجة للمسة جديدة اليوم فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي هذه مين أمر أرملت ناين وأيضا بتشوف هالكلمات تحننة بإنجيل لوقا كأن الطبيب لوقا تعلم من هذا الطبيب العظيم ونحن بعض مننا كأطباء علينا أن نتعلم من البدسايد منرز لهالطبيب الأعظم نتعلم لأسلوب الرب بدي لكم شيء لأنه فيكم روح الطبيب الأعظم فيكم تكونوا تعزي والديو جراح الناس الحواليكم لأنه فيكم هذه الروح الفاضلة روح المسيح بلوق أيضا عشر ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن ومش بس تحنن دغري وراء تحنن بتلاقيه في موقف فتقدم وضمض جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به بتعرف تشوف شخص يتألم وبتشعر معه كأنه في ألمه هذا معنى الحنان الحنان أنك تشعر مع ذاك الذي يتضايق بضيقه وثم تعمل شيئا لكي تساعد فتقدم وضمض جراحته والرب يريد أن يتقدم إليك ويضم جراحك ويصب عليها زيتا وخمرا ثم يرفعك ثم يرفعك ويركبك على دبته على فرسه ويأتي بك إلى بيت الرب ويعتني بك الرب يعطينا هذا الموقف الذي كان عند الرب وما أحلى هذه الكلمات أنه لما لمس الأبرص كان يعلم جيدا أنه مستعد أن يأخذ البرص على نفسه لكي يفتدي هذا الأبرص لكي يفتدي هذا الأبرص وهذا ما فعله من أجلك ولأجلي على الصليب ديفيد ليفينغستون الخادم الذي كان في أفريقيا والذي حقيقة أعطانا مواد مهمة جدا طبيا في القرن التسع عشر عن أمراض مختلفة يقال أن ديفيد ليفينغستون في أول بداية رحلته في أفريقيا هجم عليه أسد زائر وحاول أن يأذيه ويقتله وهو في هذا الوضع أتى شخص عزيز على قلبه وأطلق النار على الأسد فشب الأسد على هذا الشخص مطلق النار صديقه وقتله ولكنه بعد فترة توفي أو مات هذا الأسد وكأن هذا الشخص مات عنه لكي يفتديه وبأكل حياته ديفيد ليفينغستون يقف أمام الناس وهناك في جرح في صدره على كتفه يده كانت فيها ضعف ونعم لما الناس يسألوه يذكر مش الأسد يذكر الشخص الذي مات من أجله الذي هجم عليه الأسد لكي يفتديه وهكذا نحن نذكر الراب في كل حين إلى أن يجي وموت الراب لأنه افتدانا ماري ريد يلي خدمت في الهند مع البرص هذه الأمرأة الرائعة هناك خدمت مع الأشخاص يلي هني برص يلي هني معهم مرض اللابروسي وفي البداية كان في كتير الشكوك حواليها ليها الأمرأة جاي من أوهايو وتاركي كل هال المجد اللي عندها لتخدمهن والهنود كان عندهم أسئلة كتير حواليها بتعرف نحن بالبلاد نلاقي الواحد أجنبي يجي لعدنا بيقول لك عمي هذا شو صاير عليه ما يكون جاي جاسوس شو جاي يعمل هون يكون عندهم أفكار غريبة وكان عندهم تحفظات كثيرة عنها وبعدين راحت فترة فرصة وهي وراحة بفرصة بيقوله بحوالي 1886 وهي في الولايات المتحدة فجأة صار يصير عندها عوارد صار تلاقي أنه فقدت الحس في يديها وفي رجليها وبين أنه هي معها برص وقالوا لازم تتعالج وتبقي هون قالتهم لا بدي أرجع لهناك نفس المكان لأني أنا صرت واحد منهم وهناك أسست مستشفى أكبر وخدمت هناك وأحبوها جدا لأن صار صار واحد منهم هكذا فعل الرب يسوع المسيح أنه صار واحد مننا في شبه جسد الخطيئة لم يعرف خطيئة ولكنه صار خطيئة لأجلنا على الصليب لكي نصير نحن بر الله فيه بدي يقول شيء في موضوع لمسة الحنان أقول أحبا ترفق بأخيك إذا كان الرب هل أدي حنون على الإنسان الأبرص مش مهم أنك تكون حنون على الأقل على أولاد الله خليك ناعم مع أختك الحواليك فرجي وداعة خلي الرب هو يرتب الأمور الأخرى خليك حنون على خيك وعلى أختك لأنك أنت تخدمهم بمحبة المسيح بالمحبة نخدم بعضنا البعض الرب يعطينا في هذه الأيام أن يكون عندنا هكذا موقف في شخص عبيد الجرس عنده تالت شيء شفاء الإيمان لاحظ هون فمد يده وقائلا أريد فأطهر أي أنه سأل هل تقدر أنت أنا أؤمن أنك أنت تقدر ولكنك هل تريد فعلا هل تريد فعلا دعني أقول لك أن الرب يريد جدا جدا أن يباركك وأن يشفيك وأن يحييك وأن يلمس جراحك وأن يباركك في هذا الصباح تعرف شو الإيمان الحقيقي أنك أنت تؤمن أنه قادر أن يفعل فوق كل شيء وأنه يريد مرات كثير من روح لعند الراب ومن فكر يا راب معقول أنت قادر بس ما بدك لا أطلب البركة من يد الراب لأنه لا يشاء أن يهلك ناس بأن يقبل الجميع إلى التوبة ولأنه يريد أن يبارك شعبه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء تعال إلى الرب بثقة بأنه فعلا يريد ثلاث أشياء اللي بتجعل هذا الإيمان شفاء الإيمان تجعله إيمان حي تعرف بيعقوب يحكى على الإيمان الميت أنهم إيمان بلا أعمال يعني بلا أعمال التوبة بلا عمل التوبة وبدون عمل التكريس وبدون عمل الطاع هذا الإيمان ميت الإيمان الحي يجب أن يكون مقرون بعمل التوبة والرجوع فتوبوا وارجعوا لتمحى خطيانكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب من هيك المؤمن حتى الذي اختبر لمسة الخلاص لازم دائما يكون في حالة روحية مصبوطة مع الرب وما يسمح لأي خطية تدخل لحياته حتى يقدر يشوف أوقات فرج من وجه الرب الرب يعطيك في هذا الصباح بيقوله بكل يوم بالوان يلي انتشر فيها مرض البرس قررت الدولة هناك أن تدفع تعويض لكل شخص معه مرض البرس بيعطوهن ستيبن يعني إذا شخص عنده ثلاث ولاد وثلاثتهم معهم برس كل واحد بيعطوه 150 دولار بالشهر بيطلع له 450 دولار بالشهر وبعدين قدمولهن علاج مجاني كل يوم كل الجمعة بيروحوا بيعطوهن قديش لازم لهم هالأنتباطك وبيعطوهن حتى ياخدوهن بالشكل الاستمرار بعد فترة لاحظوا إن هؤلاء الأشخاص عم بياخدوا منهم الدواء بس مش عم بيستعملوه وفهموا إنه ما بدون يستعملوه لابل بيريدوا إنه هالمرض ينتشر أكتر حتى ياخدوا ستيبن داكتر حتى ياخدوا فلوس وهيك الناس ما بدون يتوبوا لأنه ما بدون يستغنوا عنها لأنه بيفكر معقول تقطع رزقته معقول تلخبط أموره معقولي شو بيقوله عنه ناس لا بد من التوبة الحقيقية والتوبة معناتها أنك تغير اتجاهك كليا وتمشي مع الرب بيش معناتها الندم الوقتي ولكن تقرر أنك ترجع عن خطياتك وعن مفاسدك وعن نجاستك وعن الأشياء التي في حياتك لا ترضي الراب فتوبوا وارجعوا لتمحى خطياكم أول شيء التوبة والرجوع ثاني شيء التكريس والخضوع ما يجب أن يكون مقرون بعمل التكريس يعني تقدم نفسك وحياتك وجسدك كذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية مثل ما الإنسان بيقدم ذبيحة ويحطها على المذبح ويقول له يا رب هاي دي إلك هيك أنت حياتك لازم تتقدم أمام الراب وإلا ما حد تختبر نعمة الله هذا بصح أيضا في موضوع الخلاص وبصح أيضا في الحياة الروحية كل يوم المؤمن يجب أن يكرس حياته من جديد لكي يأخذ بركة من الراب ويتذكر أنه ما هو ليس لنفسه بل هو الذي خلقه ثالث شيء الثقة بيسوع أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقان بأمور نطرة قال له إن كنت تريد تقدر أن تطهرني قال له أريد فاطهر أنا أقدر وأنا أريد هو الثقة بأن الراب يريد أن يباركك يريد أن يملك بالروح يريد أيضا أن يشفيك من أمراضك الروحي وأنه قادر أن يفعل هذا أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا هذا هو شفاء الإيمان أولا هو شفاء هو برص الإنسان هو مرض الخطيئة المنتشر في كل إنسان ولمسة الحنان هي عمل نعمة المسيح وثالثا شفاء الإيمان أخيرا علاجه الأحزان علاجه الأحزان شفاء هذا الإنسان بدأ لك كان إنسان أبرص بعيد عن كل الناس ولما الرب شفاه كان تغيرت حياته أصيب بهذه النوبة العظيمة التي يقال عنها في الكتاب فرح لا ينطق به ومجيد يمكن هلا لينكن بلش يرؤس قالوا لا أعمالك شوي حتى تدلك مستمر في حالي من هالفرح عندي وصفي إليك عندي رشدة إليك الرب أول شيء قالوا عليك أوسك أن لا تقول لأحد بل أمضي واري نفسك للكهن وقدم عن تضخيرك يعني روح لبيت الرب روح لبيت الرب أول ما الإنسان بيختبر المسيح الرب يدعوه إلى ديار الرب غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة ادخل إلى كنيسة تعبد الرب وتحب الرب من قلب طاهر واجعلها أن تكون هناك عائلتك الروحية التزم بها خليك جزء منها لكي تبنى حياتك وتكون حياتك مبنية على نعمة المسيح بمزمور 84-32 بتقول تشتاقوا بل تتوقوا نفسي إلى ديار الرب قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي العصفور أيضا وجد بيتا والسنون عشا لنفسها حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي تعرف شو هي الزبيحة الزبيحة اللي كان مفروض يقدمها في بيت الرب هي صورة عن موت المسيح وعن قيامته كان بيأخذ عصفورين وبحط عليهم بيتباحوهم بعدين بحط عليهم نقطة الدم ويصورة عن هذا الذي كان في السماء الذي قدم من أجلنا عن موت المسيح من أجلك تعال إلى بيت الرب إلى عائلة المسيح لكي تبنى هل تشتاق وتطوق نفسك إلى ديار الرب هل قلبك ولحمك يهتفان بالإله الحي تاني شيء تذكر أن الرب إن لمس الأبرص البعيد النجس ألا يلمس أولاده ألا يريد أن يلمسك ويمسك بيدك كل يوم أليس لما يقول الرب لا تخف لأني في ديتك دعوتك بإسمك أنت لي ربي يريد يباركك يوميا يريد يمسك في يدك أوه ما أحد هذه الأيدي المباركة امسك في يد الرب لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك يقول الرب قد أيدتك وأعنتك وعددتك بيمين بري تفتش على منازعيك فلا تجدهم لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك الرب يريد أن يمسك بيمينك بمزمور 73-23 بيقول ولكنك دائما معي أمسكت بيدي اليمنى معك لا أريد شيئا على الأرض من لي سواك في السماء معك لا أريد شيئا على الأرض أقول أحباء أمسك في يد الرب اجعل هذه اليد أن تكون عليك أن تلمسك في كل لحظة اجعل كل أمور أن تكون في يد الرب مهما كانت مشكلتك في هذا الصباح قل هذه اليد الكبير الحنوني المثقوب لأجلك على الصليب ستحمل أحمالك والأذرع الأبدية من تحت لأجعل لنائحي صهيون لإعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة هل هناك جرح في حياتك هل هناك حالي شيء يلي في قلبك بيمرمر لك قلبك من الداخل يلي يا رب مد يمينك أرجوك أيها الرب اشفي هذا الجرح أن أأتي إليك كما أنا لأنك أنت قادر أن تعطيني فرحا عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة ما أكرم يدي الرب ضع هذه الأمور في يدي الرب هذه الأيدي الحنونة التي ثخبت لأجلك أم تومنز بيحكي عن القصة عن ولد صغير راح مع بيه على ستور لا يشتروا شيء وكان البي محترم جدا راحوا البي والأم ومعهم هالولد الصغير وصاحب المحل فكرة بده يهتم بالكاستمر يلي هو الوالد وقال له لهالولد الصغير فكرة بده يعبر له وقال له يا ابني شوفها الكاندي هونيك الموجودين عبي من إيديك قد ما بتريد وخود معك it's for free for you وبعارف أنه بيه عب يدفع بعدين عب يعمل عنده بيك بيل قال له قد ما بدك free عبي إيديك فصار الولد يغمز يتطلع بأبوه يقول له أنت أنت فهم الأبو شو بده أم الوالد حط إيدي الكبار وحط له وعبي له كاندي وأخده معه قالت له الأم ليه ما عبيت أنت ليه بدك أبوك يعمل عنك كل شيء قال له لأنه إيدي أبوي أكبر مني كتير أكبر من إيدي كتير كل إيد منهم تطلع عد راسي وقات جسمي بدي بابة هو يحط إيدي وهكذا يدي الراب لما بتحط الأمور بيدينا الراب هذه اليد الكريمة تكرم حياتك وتعطيك ما أنت بحاجة إلي وأخيرا الشيء الثالث طلب منه قال له وأري نفسك للهكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم فزاع الخبر عنه أكثر فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم فأدل لك شيء في هذا الصباح أنه لما الرب بيشفيك بتكون أنت شهادة للآخرين تعاملة الرب من لازم تخليها لنفسك لازم تشهد عنها وتكون حياتك حتى في وسط الألام شهادة عن لطف الله في حياتك هل هناك شهادة واضحة هذا السر البركة في حياة المؤمنين تعال إلى بيت الرب واشهد هناك عن البركة جريت نهار الجمعة منعطي وقت شوي للناس يشهدوا عن مراحم الرب ومراحم الرب نغني وناس يشهدوا كيف اختبروا الرب تأثرت جدا باختبار الدكتور قميت واتهدم اختباره في الشباب يريد بيكون عنا أكتر كل واحد منا يقدم اختباره كيف تعاملت وتفاضلت نعمة الله في حياتنا وليد بيكون عنا شهادة واضحة في مكان عملنا وفي كل مكان عن هذا الرب بكم صنع بنا وكم رحمنا كما قال لذاك الشاب أيها الحباء هناك دعوة لحياة الشهادة لأنه مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت من أجل هذا افرحي أيها السماوات والساكنون فيها تعرف شو الشهادة أنك مستعد أنك تتكلم عن الرب وحتى لو صرت أنت شهيد من أجل الرب رب يعطينا هذه الوقفة البطولية في بيت المسيح وأيضا في وسط هذا العالم في وسط هذا العالم لكي نشهد عن المسيح من عدة أيام كنت أبقرأ عن هذا الطائر الحلو هون سأبقى بيتكلم تشتاقوا بلتتقوا نفسي إلى ديار الرب قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي العصفور أيضا وجد بيتا ذكرت أنا أبقرأ عن هذا العصفور يلي بيسمونه نورث ديبر يعني الغطاص الشمالي أو المغرد الغطاص عصفور صغير هذا موجود هنا بنورث أمريكا خاصة بالمناطق الشمالية بيقول لك أنه ساعد تيجي المناطق الشمالية عم نحكي هاي مناطق يعني عم نحكي واشنطن ستايت وبورتلاند وبعدين فوق فانكوفر بكندا شايف لها المناطق هاي المناطق بيجع لها طأس بوسط الشتاء مطر ليوصف وغيوم وبتجي أمطار وبيجي منزل تلج وبتكون الطأس قاسي جدا تعرف كل العصفير الثاني بتخاف بتهرب بتنزل للجنوب بينزلوا على كاليفونيا بينزلوا تحت على سانديييغو وعلى المكسيك بينزلوا نزول هذا العصفور هذا الديبر بيبقى هونيك فوق وبيقول الشخص يليزولوجيست عبي كتب عنه إنه هذا الشخص بيبقى فوق وسط العصفة بيطوش الناس هو عبي غرد وبيبقى فرحان بوسط العاصفة الرب يعطينا نكون نحن مثل النورث ديبر وبيقول لك أكتر من هيك اللي بيصير عندك هونيك فيضانات بيقول لك بالأنهار اللي بتكتر كتير وهذا بيسموه عطاس لأنه بينزل بالماء وبيسبح وبينزل لتحت تحت الماء حتى بيقول لك في طيار بيكون بالماء بيصير يلعب بجوانح وبيطريعة تانية حتى يروح بسرعة تحت الماء والرب يعطينا نحن إن كنا تحت الماء وتحت المطر وتحت العواصف أن نكون مثل هذا النورث ديبر عصفورا أيضا وجد بيتا قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحائي مش بالظروف الحلوي فقط ولكن أيضا في الظروف الصعبة حتى الرب يكون فيه شهادة في وصنا وتكون هناك بركات السماء تنسكب على أولاد الله فلنحن رؤوسنا في هذا الصباح الرب يتكلم إليك يسألك ما هو مرضك هل هو مرض البرس هل كانت الهيئة الخطيئة في حياتك تشوّح حياتك هل عرفت الرب هل أتيت إليه كمخلص شخصي لكي يغير حياتك من الداخل هل يعطيك كي يجمل الودعاء بالخلاص هل تريد أن تتخلص من هذا المرض المعد الذي يفسلك عن الآخرين أنت تفاجئ الآخرين في هذا الوجه الآخر الذي فيك هو الوجه المشوّح من برس الإنسان هل تريد أن تحيا للرب وأن يعطيك حياة جديدة إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه وليحمل صريبه وليتبعني هل تريد أن تأتي إليه والرب قادر أن يشفيك يقول له يا رب سمحني أنا الإنسان الخاطئ ارحمني أيها الرب أنا بحاجة لنعمتك ولخلاصك من جديد طهرني غيرني أعطيني حياة جديدة أنا أقبلك كسيدي ومخلصي وأقبل موتك من أجلي على الصليب اجعلني واحد من أولادك أيها الرب وأعطيني هبة للحياة الأمدية بشخصك لكي أحيا لك وأوطيعك سامعا وطائعا صوت الإنجيل وإن كنا نحن أولاد الله وإن كان في هناك جرح في حياتك أو إن كانك في وضع من حياتك إن كانت بدأت حياة الرخاوي في حياتك أو حياة التزمر أو إن كان في حياتك جرح مع أنك مطيع الراب وبتحب الراب أنت بحاجة للمسة حنونة من يد الراب في هذا الصباح إله يا رب أنا بحاجة إليك إلمسني أيها الرب أنت تعرف طلباتي أنت تعرف الأشياء التي في حياتي تجعلني أن أؤن أسلمها لهذه الأيدي الحلونة أنت الذي شفقت وحنيت على الأبرص فكيف لا تحن على أولادك وتضمهم إلى قلبك وتضعهم في حضنك أيها الرب أنا بحاجة إليك أسلم حياتي لك طهرني من جديد واملأني بروحك لكي أشهد كما يفعل ذلك العصفور أن أهتف من قلبي إليك وإشهد عن مراحمك في كل مكان بإسمك أيها الرب يسوع نصلي لك كل المجد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر